نضم إلينا من باريس أستاذ الفلسفة السياسية دكتور رامي خليفة العلي أهلا وسهلا بك إلى سكاي نيوز عربية الآن نرى طرفا متفائلا من جهة الغرب هذه المرة المتفائل ليس الإيراني ولا الروسي وإنما وزير الخارجية الفرنسي في ظل ظهور بعض التسريبات الصحفية الإسرائيلية التي تتحدث عن قرب التوصل إلى اتفاق هل هذا ما يعد أن يمهد له وزير الخارجية الفرنسي أهلا بك يوسف تحية لك ولمشاهديك الكرام باعتقادي نعم هناك معلومات المسربة من بينا تشير إلى أن هناك تقدم حصل فيما يتعلق بالأولوية والإجراءات المتوازية سواء فيما يتعلق برفع العقوبات أو فيما يتعلق بعودة إيران للتزام بمنود الاتفاق النووي وبالتالي كل الأنباء تشير إلى أن هناك تقدم حصل خلال الفترة الماضية أشار إليه الإيرانيين وأيضا الغربيين طبعا هناك بعض التصريحات التي تشير إلى أن الوقت ينفذ وأنه لا يوجد هناك الكثير من الوقت ويجب الوصول إلى اتفاق قبل نهاية هذا الشهر ولكن ذلك لا يعني شيئا بالمقابل ما يتم الحديث عنه من تقدم حقيقي وملموس حصل خلال الفترة الماضية وبالتالي باعتقادي أننا قابق وسيني أو أننا من الوصول إلى هذا الاتفاق دعنا نشير يوسف إلى أنه قبل انطلاق هذه الجولة كان يتم الحديث عن وصول الطرفين إيران والقوى الكبرى إلى 85% من نقاط الاتفاق وبالتالي بقيت بعض النقاط الحاسمة التي يجب التفاوض حولها الآن يبدو أن هناك تقدم في هذه النقاط خصوصا فيما يتعلق برفع العقوبات وذلك ما يمكن أن نلحظه خلال الفترة القادمة طيب هنا يعني طالما أن الحديث عن هذا الأمر لا يبدو أن هناك وقت لصياغة اتفاق جديد وإنما العودة إلى نفس شروط الاتفاق السابق على ما يبدو أنت محق تماما باعتقادي أنه لن نرى أن هناك تغييرات أساسية وجوهرية طبعا كان هناك بعض النقاط التي تمت حديث عنها من قبل الولايات المتحدة الأمريكية وهي أن مدة الاتفاق 25 عاما منذ توقيعه في العام 2015 وبالتالي لا بد من تمديدها أو لا بد من أخذ ضمانات بأن إيران لن تعمد بعدها إلى صناعة السلاح النووي وهذا باعتقادي أنه يمكن التفاوض حول هذه النقطة بقيت النقطة العالقة والتي عرقلت الوصول إلى الاتفاق منذ انطلاق جولات التفاوض في فيينا وهي نقطة العقوبات ويبدو أن هناك حلحلة على الأقل في الموقف الأمريكي حتى في الأطراف الأخرى التي تفرض نتيجة للعقوبات الأمريكية وبالتالي الحديث اليوم عن كوريا الجنوبية وربما نرى أطراف أخرى سوف تعمد إلى إبداء بعض نقاط حسن النواية إذا جاز التعمير اتجاه الجانب الإيراني وبالتالي يبدو أن هناك حلحلة في موضوع العقوبات وفي موضوع تعودة إيران إلى التزام بالاتفاق النووي أو بالتزاماتها النووية تبقى هناك قضايا أخرى هي على هامش الاتفاق النووي يوسف كما تعلم وبالتالي لا نعلم على وجه الدقة واليقين كيف سوف يتم التفاوض حولها سواء فيما يتعلق بقلق دول الجوار ودول حليفة الولايات المتحدة الأمريكية من البرنامج الصاروخي الباليستي من الميليشيات الموجودة في المنطقة التي تدعمها إيران وبالتالي هذه النقاط هل تترك لدول المنطقة وكما تعلم فقد جرى حوار ما بين الرياض وطهران خلال الفترة الماضية وتركز هذا الحوار حول هذه النقاط أو أنه بالفعل سوف يفتح هناك قنوات حوار بعد الوصول إلى اتفاق ما بين واشنطن وطهران حول هذه النقاط هذا متروك للفترة القادمة ولمدى إجراءات بناء الثقة التي سوف تتم بين إيران والولايات المتحدة على وجه التحليل وكذلك المجموعة الدولية هذه النقطة التي أريد أن أسألك عنها في النهاية دكتور رامي العلاقات الأمريكية الإيرانية هل يمكن لأي اتفاق يوقع الآن أن يكون بوابة لتفعيل هذه العلاقات لتغيير العلاقات بشكل كبير تعرف أن أوباما كان ربما يفكر حتى في زيارة طهران قبل نهاية فترة حكمه إلى هذه الدرجة الديمقراطيون منفتحون على طهران ما رأيك؟ الحقيقة هناك مستويين المستوى الأول وهو المستوى الرسمي وباعتقادي أن إمكانية الوصول إلى تطبيع كامل ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران ما زال يستلزمه الكثير من الوقت والكثير من المحادثات ما بين الطرفين وتنقية الأجواء من جوانب القلق لدى الولايات المتحدة الأمريكية وكذلك لدى الجانب الإيراني وخصوصا سياسات إيران التي تلقى الكثير من الانتقاد من الجانب الأمريكي لكن هناك علاقات ما تحت الطاولة يمكن تسميته الحقيقة بالرغم من التصعيد الكلامي وتصعيد التصريحات الدبلوماسية التي جهدناه خلال السنوات الماضية حتى بالمناسبة في عهد ترامب إلا أنه كان في بعض الأحيان كان هناك تعاون في مجالات معينة خذ على سبيل مثال حرب ضد داعش بالفعل الولايات المتحدة الأمريكية تعاونت مع الحشد الشعبي المدعوم إيرانيا والممول إيرانيا وبالتالي كان هناك بعض نقاط الالتقاء ما تحت الطاولة وباعتقادي أن العلاقات ليست صفرية والمعادلة ليست صفرية ما بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية في العلاقات الاستخباراتية وفي المصالح ذات الاثمام المشترك وبالتالي باعتقادي أن هناك أفق يفتح بعد الاتفاق إذا ما جلت توقيع عليه أشكرك شكرا جزيلا ضيفي من باريس أستاذ فلسفة السياسية دكتور رامي خليفة العلي